يا سلام من أجمل الأسئلة أقول لك كيف اتبه لله عز وجل أولا الندم على ما فعلت ثانيا الإقلاع عن هذه المعاصي اتركها ثالثا العزيمة اللا تعود فيها رابعا إذا كان عندك حقوق مثلا خذيت حق أحد من الناس رجعوا لي رجعوا هكذا أن تتائب الله عز وجل تعال تعال ما خلصت يقول الله عز وجل فمن تاب فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله فإن الله يتوب علي إن الله غفور رحيم وأبشر أبشر بإيش أبشر أنت كنت سببا في فرح الله عز وجل أنا نعم أنت عمر أنا نعم أنت والله هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يفرح بتوبة العد يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل الله أكبر لمتى يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس من مغربها سؤل أحد العلماء عن الحكمة في بسط يد الله عز وجل فقال ترحيبا بالتائب الله عز وجل يرحم بك يا تائب يرحم بك وأبشر أبشر بإيش بعد أبشر بمحبة الله عز وجل الله عمر من جدك يا عمر والله العظيم والله العظيم هذا ليس كلامي بل كلام الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين الله عز وجل يحب لتوب الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وأنا التواب وأنا التواب الرحيم سبحانه واسمع إلى هذه الآية يقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الفلاح في التوبة إلى الله عز وجل السلام عليكم